اشتركوا في القناة والعقيدة الطحاوية والشمائل المحمدية وفقه الواضح لدكتور محمد بكر اسماعيل ثم كتاب أيها الولد للإمام الغزالي ويلا نبدأ مع بعض زي كل مرة في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الكبير أحمد أبو جعفر أحمد الطحاوي المتوفى سنة 321 هجرية قال الإمام رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان كما تعلمون أن في بعض الفرق شقت عن أهل السنة وبدأت أن هي تنتقص من أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام واختلفت هذه الفرق في بعضهم يقول مثلا أن سيدنا علي مقامه أعلى من سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر الخطاب وسيدنا عثمان وبعضهم لا مش بس يقول أن المقام أعلى لبعضهم يقول أن الصحابة في منهم منافقين ويشتم الصحابة وبعضهم يكفر الصحابة وبعضهم يقول أن القرآن غير كامل وأن في نسخة من القرآن فيها نفاق الصحابة وكفر الصحابة لكنها مختفية مع بعض الأئمة وكل ده أهل السنة عندهم احترام كامل لجيل النبي عليه الصلاة والسلام الجيل اللي عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لأن أهل السنة والجماعة يروا أن الجيل ده اختيار ربنا اختيار ربنا وبعدين أنت لما تنتقص من أصحابي واصحابي دول أنا رضيت بيهم يبقى فيه انتقاص مني أنا في اختياري الأصحاب فلما ننتقص من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ده معنى أن النبي مش بيعرف يختار أصحابه أو اتخدع مثلا فيهم حاشات صلى الله عليه وسلم بالإضافة أن القرآن كان بينزل على سيدنا محمد علشان يوجهه ويوجه الأصحاب في تصرفات كتيرة منزلش القرآن يبين مثلا لسيدنا رسول الله وحاشى أن يكون حاولين النبي عليه السلام من أصحاب المقربين حد فيهم كافر ولا مؤذي ولا منافق لأن المنافقين اللي كانوا بيدعوا الإسلام وبيبطنوا بيخفوا الكفر اتكلم عليهم القرآن في صور كثيرة زي صورة التوبة وصورة النساء وصورة المنافقون نفسها اللي في الجزء الثمانية وعشرين لكن المقربين من أصحاب سيدنا محمد وكذا عادهم كبير وأقربهم لسيدنا رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وسيدنا علي وباقي الصحابة اللي وصلوا لأكتر من مئة ألف فلما نشتمهم أو نوصفهم بالنفاق ده فيه انتقاص من الذات المحمدية وطبعا ده فيه انتقاص في الآخر حتى من الذات الإلهية اللي اختارت النبي عليه الصلاة والسلام وربنا قال له والله يعصمك من الناس فسيكفي كهم الله وهو السميع العليم فكان أولى أن ربنا ينبه النبي عليه الصلاة والسلام أن حوالي ناس مش كويسة وفعلا ده حصل في الناس اللي مش كويسة من المنافقين أما الصحابة الكرام اللي كانوا حاولين سيدنا رسول الله فاحنا بنرى أنهم خير جيل في الدنيا بعد الأنبياء مين اللي قال كده ربنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان راضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار خالدين فيها الآية 100 في سورة التوبة هي الآية اللي فيها تجري تحتها مش تجري من تحتها لفتة قرآنية كان المشايخ بيعلمه لنا في حفظ القرآن أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار فالصحابة تبجلهم وتعظمهم دون نسبة العصمة لهم يعني الصحابة بشر غير معصومين يخطئوا وينزل القرآن يصلح لهم أخطائهم ويجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصلح لهم أخطائهم لأن هما بشر لكن هما أشرف 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 البشر فهم فوق مقام الأولياء والصالحين جيل الصحابة ده حاجة تانية خالص ويكفي أن ربنا اختارهم لصحبة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فبيقول ونحبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرطوا في حب أحد منهم وطبعا العلماء قالوا أن الصحابة كلهم في الجنة لأن النظرة من النبي عليه الصلاة والسلام طبعا من هو الصحابة اللي النبي اللي أسلم والنبي شافه لأن فيه صحابة كان مكفوف فالكفيف ده ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام بس النبي شافه فحتى العلماء يقولوا كلمة كده ان نظرة النبي اتدخل الجن عليه الصلاة والسلام فاللي اسلم في عهد رسول الله وشاهد رسول الله او النبي شاهده ده من الصحابة فلا نتبرق من احد منهم ونبغض من يبغضهم لو احد بيكره الصحابة بيشتم الصحابة اي حاجة وعشة جدا وبغير الخير يذكرهم لا اهل السنة بيبجلوا الصحابة ولا نذكرهم الا بخير حتى لما الصحابة بعضهم اقتتل بعد وفاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الموقعة الشهيرة موقعة الجمل وحصل شيء من الاختلاف بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان واختلاف الصحابة جي سيدنا عمر بن عبدالعزيز لما حب يتسئل مين فيهم الصح ومين الغلط ومين اللي على باطل ومين اللي على حق فقال تلك فتنة عصم الله منها يدي وانا اعصم منها لساني هو طبعا مش صحابي سيدنا عمر بن عبدالعزيز ده في الاجيال اللي بعدهم لكن هو بيقول يعني انا مش جريء عشان اقول ده باطل وده حق وان كان اهل السنة يروا ان سيدنا عليه وفرقته هم اللي كانوا على الحق لكن ما بيشتموش الفرقة التانية ويصفوهم بالنفاق او الفسق انما كان هناك اجتهاد ولكن كان الحق مع سيدنا عليه بن ابي طالب كما يقول اهل السنة مع كامل الاحترام للفرقة الاولى اللي كان لها وجهة نظر مختلفة وكانت فتنة كبيرة جدا جدا اردها ربنا سبحانه وتعالى لحكم عنده قال وحبهم دين وإيمان وإحسان التقرب الى الله ورسوله بحب اصحاب سيدنا محمد عليه السلام لدين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان شيء صعب جدا ان الواحد يشتم حد ربنا اثبت له مش بقى الايمان اثبت له الصحبة والقرب ربنا يقول في القرآن إلا تنصروه فقد نصره الله كلام عن سيدنا ابو وقل الصديق بقى جيد لوقتهم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه حبيبه أخوه صحبه إذ يقول لصاحبه النبي اللي بتكلم إذ يقول النبي يعني لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فاحنا بنتقرب إلى الله بحب الصحابة قال ونثبت الخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة وده معروف عند أهل السنة أبو بكر في المقام الأعلى ثم لعمرة ابن الخطاب ثم لعثمان ابن عفان رضي الله عنهم جميعا ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق أنا ما أقدرش لأن أنا ما عنديش علم الغيب أقول فلان من أهل الجنة يقينا كده وكنا خدنا من شوية في العقيدة هنا إن إحنا لا نقطع يعني ويدو نات ميك شور لا نقطع يعني لا نشير إشارة جازمة لا نقطع لمعين لشخص معين بجنة أو نار إلا للنبي قول عليه فربنا قال إن أبو لهب في النار خلاص ربنا قال والنبي قال عليه الصلاة والسلام لأن ربنا علم النبي عليه الصلاة والسلام إحنا ما بنشاورش على حد نقول في جنة أو نار وبالتالي النبي شاور على عشرة وقال إن هما في الجنة وهم أبو بكر إحفظ بقى العشرة المبشرين من الجنة وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد مش من الصحابة المشهورين وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين فدي خلاصة كده في عقيدة أهل السنة في أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصلنا للكتاب التاني في المجلس 26 من سلسلة الطريق وهو كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي المتوفى سنة 279 هجريا قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن خدنا جزء من التواضع ونكمل المرات إن شاء الله قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلموا من كراهته لذلك كان الصحابة في حد مفخم ومبجل ومحبوب زي النبي بالنسبة له ولما كانوا بيشوفوه ما كانوش بيقوموا يعني يخش يفضلوا قاعدين ليه؟ لأنه أشار ليهم قبل كده ما تقوموش استريحة يا جماعة لما خش مش لازم حد يقوم لي وده من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يعرفوا إنه مش بيحب كده فما كانوش بيقوم وبعدين عندنا حديث بقى طويل جدا ومن أحب الأحاديث إلى قلبي ومن أكثر الأحاديث اللي بتعرفك على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو حديث سيدنا الحسن بن علي لما سأل خاله هند بن أبي هالة بيسأله عن إيه؟ بيقول له حكيه كده على النبي فبدأ سيدنا هند بن أبي هالة يحكي لسيدنا الحسن الحسن حفيد النبي ابن سيدنا عليه وستنا فاطم السيدنا عليه وستنا فاطم اتجوزه سنة اثنين هجريا فهنقول سنة وخلفه سنة تلاتة هجريا والنبي انتقل للرفيق الأعلى في ربيع الأول 11 هجريا فالنبي انتقل وسيدنا الحسن عنده 7-8 سنين وبالتالي ما الحقش يشوف جده النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيدنا الحسن كبير لما شافه في الوقت بتاع سنة 4-5-6 لغاية 7-8 سنين هند بن أبي هالة ده ابن السيدة خديجة وكان زمان العرب يسمه هالة وهند للراجل والست فهو بيقول انا سألت خالي هند فده مش اسم بنت ده اسم راجل سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصفا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيتكلم سيدنا الحسن بن علي بن أبي طال أخو الحسين وأنا اشتهي أن يصف لي منها شيئا احكي لي بقى عن النبي عليه الصلاة والسلام عشان حضرتك لحقته وانت كبير يا سيدنا هند يا خالي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا بنتكلم في باب توضع النبي كان فخما مفخما يتلألأ وجهه وتلألأ القمر ليلة البدر قال فكتمتها الحسين زمانا الحسن بيقول أنا ما حكيتش ايه الكلام اللي هحكيه لكم دلوقتي ده للحسين وبعدين بعد شوية كده لقيت الحسين راح لهند يسأله برضو قال ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته أتالي الحسين موسيدنا الحسين اتولد بعد الحسن بسنة فهنقول بقى النبي انتقر والحسن عنده ست سبعة الحسين عنده ست سبعة سنين فرح لهند برضو سيدنا هند ابن أبي هالة ابن السنة غديجة قال له وصف للنبي قال ووجدته قد سأل أباه لا أنا آسف سيدنا الحسين رح لسيدنا علي ابن أبي طالب قال فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين اللي جاي ده بقى كلام سيدنا الحسين لما سأل سيدنا عليه قال فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزء لله وجزء لأهله جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يتدخر عنهم شيئا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بيروح بعد يوم طويل من الدعوة والشغل وتحل المشاكل ومساعدة الناس كان بيروح بيروح أيا كان بقى الساعة كان أربعة خمسة ستة سبعة تمانين معرفش طب الوقت لغاية ما ينام كان بيقسم الوقت ده بيقسمه ثلاثة جزاء جزء الأهل بيته وجزء لربنا في العبادة وجزء لنفسه وبعدين الجزء بتاع نفسه ده لما الناس كترت وبقت محتاجة النبي أمقاسم الجزء بتاع نفسه ده الجزء لنفسه وجزء للناس وكان يقابل الناس الخاصة المقربين ويقابل الناس العامة اللي مش مقربين يقابل أبو بكر يقابل عمر المقربين عايز منك حاجة سنة نبي طب تعال لي النهاردة بالليل لما روح أو حد مش مقرب من النبي من عوام الناس لا يتدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج وكان سيدنا نبي ينزل الناس منازلهم ففي حد من الأهل الفضل الكبير زي سيدنا أبو بكر يديه وقته وعنده مهام كتير النبي يمكنلفه بيها وسيدنا عمر مسؤول برضو مهام تانية كبيرة مقربين جدا من سيدنا رسول الله فكان يؤثر أهل الفضل ويديهم الوقت وكمان يدي وقت للعامة من الناس قال فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم سيدنا عليه بيقول وكان لما حد يسأله سؤال النبي كان يوجهه للأنفع للسائل والأنفع للأمة ويصلح السؤال لأن في أسئلة اللي بيسأل مش عارف يسأل صح فالنبي يقول انت تقصد كده يعمل كده ده أفيت بالنسبالك فكان النبي بيقى موجود بكليته حاضر مع أي حد عايز منه حاجة وده من توضعه صلى الله عليه وسلم متفاني في الخدمة قال وكان يقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب لما نصحك بنصيحة بأنقلها عني وقبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها يعني انت جيت قبلتني في غيرك مش عارف يجي قبلني اللي مش عارف يجي قبلني ده لأنه ساكن بعيد أو أي أنك ابقى وصله وعايز مني إيه فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه أو قدميه يوم القيامة ابقولوا لي يا جماعة لو حد عايز مني حاجة ونرد عليكم تقولوا لهم اللي يبلغني حاجة ربنا يثبتوا يوم اليوم ما بيدعيلوا النبي قال ولا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة على الخير كانوا يخشوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني روادا يعني زي دخل الكبير الأول وبعدين اللي بعدي هنا الإمام يقول يتقدم القوم لينظر إليهم والمراد هنا أكابر الصحابة كأنه عارف الرائد يعني زي بيدخل زي القيادات الأول اللي عندهم مواضيع مهمة ثم بالترتيب كده بالسن وبالوظيفة كان في سيستم النبي عمله عشان الكل ياخد نصيبه من النبي صلى الله عليه وسلم قال وَلَا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا عَنْ ذَوَاقَ قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخْزِنُ لِسَانَهُ إِلَّا فِي مَا يَعْنِيهِ وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلَّ قَوْمٍ كلِّ قَوْمٍ وَيُولِّيهِ عَلَيْهِمْ وَيَحْظَرُ النَّاسِ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه كلام حلو قوي طبعا كان رسول الله يُخْزِن يعني يوفر يسكت يعني يصمت يُخْزِن لسان أو يَخْزُن لسانه إلا فيما يعنيه هذا بيعلمنا واحد لا يتكلم إلا في المفيد فالنبي كان كده عليه الصلاة والسلام ما ينفعش تطلع تقول إيه في ربع ساعة كده ضاعت في الاجتماع كده في كلام لا لا ده النبي بقى عليه الصلاة والسلام فكان لا يتكلم إلا في الشيء المفيد وده من عندنا احنا بقى عشان الكلام ده يليق بنا احنا ده من دليل النطج في البنياء ده قال لا يتكلم إلا في النافع ما بيبش ثرثار يعني تكلم عليه نحنا يعني قال ويؤلفهم ولا ينفرهم ما كانش يقول كلام ما قول النبي قال لي كده ليه يعني عارف انه ساعات كده هزر معاك هزر يضيئك آه فلتت مني الكلمة دي أو علق تعليق ماليش لازمة على شكلك ولا خسيت ولا تخنت ولا تأخرت ليه طيب في حد يقول الكلام ده عام فعارف انت قلبك يتقبض مني كده آه أنا خطاء النبي عايزة والسلام كل كلامه يقل في القلب وبرضه في حقنا ده ده من علامات الإحسان ان الواحد يركز في كلامه وبيتكلم مع الناس شان ما يوجعش حد بالذات لو أنا ليه قيمة كبيرة عندك لو قلت لك كلام مش حلو هيوجعك لانك انت بتحبني قوي فلو انت محبوب خد بالك قوي قوي من كلامك مع الناس قال ويكرموا كريمة كل قوم ويوليه عليهم آه ده القائد بتاعنا النبي يكرموا قوي يحترموا قوي صغروش قدامنا ما احنا بنيحترموا فالنبي يحترموا وهو كبير ليه القائد بتاعنا ولا صاحبنا اكبرنا سنا اللي حافظ القرآن المدير بتاعنا في الشغل ايا كان ما هو برضو مميز عندنا بالعلم او بالسن او بالمعارفة فالنبي كما قال في الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا انزلوا الناس منازلهم فكان يعمل كده النبي عليه السلام قال ويوليه عليهم ويحضر الناس ويحترس منهم من غير ان يطوي عن احد منهم بشره وخلقه فالحتة دي شائكة خد بالك في ناس كتير النبي ما عرفهاش والنبي قائد قائد دولة ونبي وليه احباب وليه اعداء فكان عنده شيء من الحرص افناء التعامل بالذات مع الغرب لكن مش حرص يعني بيخونك عنده شيء من الحرص في التعامل من غير ما يطوي بشره عنك واحد غريب جاي يتكلم مع النبي عليه السلام هو ده عايز شر ولا عايز خير فالنبي يتعامل بأعلى درجات المحبة والاحترام بالذات مع الاعراب اللي جاي صوته عادي ولا بيتكلم بشيء من الاندفاع والصحابة يقوله انت ازاي تتكلم مع النبي كده وانت عارف قصص كتير في السيرة كده فالنبي يبقى عنده شيء من الحرص والحذر لكن من غير ما يبقى باللغة بتاعتنا يعرف لما حد يبقى قافل منك كده وانت مش متطمينك لأ يبقى فيه شيء من البشر والانفتاح في التعامل والجمال رغم حرص النبي عليه الصلاة بيعلم على فكرة وهو بيعلم صحابه ازاي يتعامله مع الغريب اللي لسه ما تعرفوش بالذات لو انت في موقع معين منصبك او وضعك ممكن يبقى ليك اعداء وليك احباب لكنه كان فيه اعلى درجات يعني هو منبع كل الاخلاق صلى الله عليه وآله وسلم تعال نوقف هنا ونكمل المرة الجاية حديث سيدنا الحسين او سيدنا عليه في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وصلنا في المجلس الستة وعشرين من سلسلة الطريق لكتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الاربعة لسيدنا الشيخ محمد بكر اسماعيل رحمه الله من علماء الازهر ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين قال الشيخ كيفية التطهير وقعت نجاسة على الجسم او على اللبس او على الارض بنطهر النجاسة دي ازاي قال عرفنا فيما سبق حكم تطهير الثوب والمكان والبدن التطهير واجب لازم نشيل النجاسة النجاسة من الثوب او البدن او المكان اللي بنصلي فيه وهنا نعرفك كيفية التطهير بشيء من التفصيل فنقول ان اصاب الثوب نجاسة وكان لها جرم جرم يعني جسم جرم يعني جسم فمثلا الكلينكس ده جرم ليه جسم في ايديه فالنجاسة دي لها جسم كده فان كان لها جرم مثل الدم والغائط البراز يعني فانها تحك اه فينا حاجة احنا شايفانها كده بتتشال وتدلك بالاصابع وتغسل بالماء لحديث اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض فكيف تصنع دم الحيض نجاسة قال تحته اي تحكه ثم تقرصه يعني تدليكه ثم تصلي وقد جاء رواه البخاري المسلم الصحيحين وقد جاء في رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحائض ان تبالغ في تطهير دم الحيض بخصوصه بالذات يعني فتحكه بحجر ونحوه وتغسله بماء وسدر زي الماء والصبون دلوقتي يعني لازالة رائحته من الثوب فعن ام قيسم بن تمحصن انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حكيه بصلع اي بحجر واغسليه بماء وسدر سدر ده كان نبات ليريحة كوي ساعة زي ما احنا بنغسل بالماء والصبون دلوقتي اخرجه احمد وابن خزيمة وابن حبان هذا حكم تطهير الثوب من النجاسة التي لها جرم يعني انا شايف شكل النجاسة لي اما النجاسة التي لا جرم لها وهي التي لا ترى بعد الجفاف كالبول البول سعب يبقى اصفر اوي فيبان وساعات ما يبانش نقطة البول شفافة شوي قال اما النجاسة التي لا جرم لها وهي التي لا ترى بعد الجفاف كالبول فانها تغسل بالماء مع الدلك والعصر مرتين او ثلاثة حتى يغلب على الظن انها قد زالت انا هقف واشرح لك دلوقتي باناقشك في الحتة لي مسألة قد يزيل الدلك يزيل الدلك والغسل عين النجاسة العين يعني انا شايف اه ما بقتش موجود غسلة العين يعني ايه اللي انا شايفه قد يزيل العين انا شايفة اتشالتها قد يزيل الدلك والغسل عين النجاسة ويبقى لونها او ريحها فهل بقاء اللوني والريح يضر المشهور أنه لا يضر بقاء اللون ولا بقاء الريح إذا بذلت في غسل الثوب جهدك وتعصرت إزالته والدين سامح ويسر نقف هنا وارجع معك الأول النجاسة لما بتصيب سواء كان بول أو غائط براز أو دم الحيض مثلا بنعمل إيه؟ بنجيب الثوب ده ونغسله بالقدر اللي يبقى الواحد أتقن وأحسن للغسل قال قد إيه يا مولانا؟ قال له تصب عليه المية ثلاث مرات وتعد تدليك وكده طيب هي النجاسة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن لون وريح وساعات بعض العلم يقولوا لون وريح وطعم سيبك من موضوع الطعم اللي تخلينا في اللون والريح أنا شايف النجاسة يعني مثلا عزكم الله ولا حياء في طلب العلم نقطة مثلا بني مكان البراز نقطة حمراء مكان دم الحيض أو غمق شوية نقطة صفرة مكان البول أنا قعد تخسل فيها بالمية وحكها لغة مراحتها فذهب اللون وذهبت الرائحة طيب ساعات بيبقى الحاجة دي مسكت في اللبس بشكل مبالغ فيه شوية البول مش بيمسك لكن ممكن بقايا من النجاسات الأخرى تقعد تخسل فيها تخسل فيها مرة واثنين وثلاثة بالمية هي منها الشريحة بس لسه فيه لون كده جاي من بعيد قال لك الإسلام يعفو الدين يعفو عن هذا اليسير ما فيش حاجة صلي مدام بذلت جهدك مرة واثنين وثلاثة وبالمية وبتحك فيه بعض اللبس ممكن تمسك فيه الحاجة دي فيشق على الإنسان والدين سمح يسر كما قال الشيخ تطهير بول الصبي هنا في حاجة في دننا خدناها من سيدنا رسول الله عليه السلام إن بول الصبي وبول الجارية الصغيرة مختلفين في التكوين في مسألة إزالة النجاسة قال يكتفي أو يكتفى في تطهير الثوب في تطهير الثوب من بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يعني إيه كلمة صبي المقصود بها اللسه بيرضع لسه مكلش يعني التولاد بتاعه البول بتاعه طالع من شرب لبن وبس من أمه قال يكتفى في تطهير الثوب من بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أن يرش الماء عليها بشوية ماء كده وتعمل كده على البول ده أما بول البنت فإنه يغسل كسائر النجاسات لحديث أم قيس بنت محسن وده حكم توقيفي يا جماعة يعني توقيفي يعني النبي قال كده عليه الصلاة والسلام وممكن العلم يبقى يثبت لنا أن البول هنا مختلف في تكوينه وهنا الشيخ هيقول لك علة أو ليه سبب للموضوع ده بس في الآخر ده جي نص من النبي عليه الصلاة والسلام فإحنا بنقول سمعنا وقطعنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحديث أم قيس بنت محسن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله جاب الماء كده ورش عليها كده لكن ما عادش يغسله زي ما كنت بقولك من شوية ويحكه وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية أي الصغيرة يغسل أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه ومعنى ينضح يرش الماء عليه دون دلك وعصر وعن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنساء والنماجة والحاكم ولعل الحكمة في التفرقة بينهما النبول الذكر يعني الغلام الولد يعني متفرقا هنا وهناك لما بيعملوا بيتفرق فبنرش عليه كده بخلاف الأنثى فإنه يصيب مكانا واحدا فلا يطهر إلا بصب الماء عليه وقيل في الحكمة غير ذلك يبقى احنا عندنا أولا كلمة نجاسة اللي علمنا كلمة النجاسة السنة النبوي طب هو البول والبراز نجس طب الدم لما بيخرم من جسم الإنسان نجس طب المخاط نجس قال له لا طب اللعاب نجس ومين اللي قال النجاسات النبي عليه الصلاة والسلام دنا فإحنا أصلا بنميز النجاسات بالنص من ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لما تكلم عن المسألة دي أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي التطهير من النجاسات اللي النبي قال عليها النجاسات برضو بعلم النبي عليه الصلاة والسلام فهو قال كده في بول الصبي وفي بول الجارية ناخد آخر حاجة قبل ما نخش على باب تاني تطهير الأرض والأرض تطهر بصب الماء الكثير عليها لحديث الأعرابي الذي باله في المسجد وقد تقد الأعرابي اللي بال ونبي قال دلوا عليها جردل سجلا من ماء لا فرق بين كونها صلبة أو رخوة عند المالكية والشافعية والحنابل هقولك ما نكام داني وقال الأحناف كما تطهر الأرض بصب الماء الكثير عليها تطهر كذلك بالجفاف فإن جفت الأرض طهرت من النجاسة وكذلك يطهر ما يتصل بها من شجر وبناء واستدلوا على قولهم هنا أنا أرى شوية بعدنا الشرح واستدلوا على قولهم هذا بأدلة منها قول عائشة رضي الله عنها زكاة الأرض يبسها إنها تبقى يابسة تنشف يعني رواه بن أبي شيب وبحديث ابن عمر رضي الله عنه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك الكلام دا كلام الأحناف وأجاب القائلون بعدم طهارة الأرض بالجفاف عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن الكلاب كانت تبول خارج المسجد ثم تقبل وتدبر وبعدين تبقى تيجي بعد كده أو أن نجاستها كانت تخفى على الرأي ولو كانت الأرض تطهر بالجفاف كما قال الأحناف لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يريق على بول الأعربي سجلا من ماء بل كان يترك الأرض تجف ما دام الجفاف مطهرا لها المالكية والشافعية والحنابلة إن لا لو في نجاسة وقعت على الأرض سائلة لو نشفت لازم نغسر الأرض ما ينفعش نقول أصل الأرض لما النجاسة اللي فيها نشفت بقت طهرة الأحناف قاله يا جماعة لحظة واحد لو وقع نجاسة على الأرض ونشفت صارت الأرض طاهرة خلاص فيبقى الجمهور لو أنا متأكد إن كان فينا نجاسة ما ينفعش أقول أرض نشفت لازم أطهرها بالماء أنت ممكن مثلا يبقى فيه بول على الأرض ولا حاجة ونيجي بعد شوية لقيه نشف الأحناف يقولك مدام نشف صارت الأرض طاهرة جمهور الفقهاء قال لهم لا أي نجاسة عذرا شفناها وقع على الأرض تطهر بصب الماء الكثير لغاية ما يروح لونها ورحتها دي أهم حاجة بحيث تبقى أنت عارف مميز المكان ده فينا جاسة أولا باللون والرائحة تفاصيل كتير معلش بس مهم أنك أنت تعرفها لأن هي بنستخدمها أو بنحتاج لها يوميا تعال نقف هنا ونكمل المرة القادمة إن شاء الله وصلنا للكتاب الرابع والأخير في المجلس 26 من سلسلة الطريق وهو كتاب أيها الولد للإمام الكبير حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله والمتوفى سنة 505 هجري قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين وهو بينصح تلميذه لو لقيت عالم شيخ وإبلك عنده تلميذ احترمه ظاهرا وباطنا ويبدأ يتكلم عن احترام الظاهرة دلوقتي احترام الظاهر في المعاملة واحترام الباطن في أفكار القلب مستوعدي جدا من الأدب هيعلمه لنا الإمام الغزالي للوقتي قال ومن ساعدته السعادة فوجد شيخا كما ذكرناه في الصفات اللي قلناها وقبله الشيخ ينبغي أن يحترمه ظاهرا وباطنا أما احترام الظاهر يعني السلوكيات الظاهرة فهو ألا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم خطأه ولا يلقي بين يديه سجادته إلا وقت أداء الصلاة فإذا فرغ يرفعها ولا يكثر نوافل الصلاة بحضرته ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته وأما احترام الباطن طيب نقف هنا قال لا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم خطأه المجادلة هي النقاش اللي فيه نوع من الندية لإثبات الذات وليس إثبات الحق لإثبات الغلبة يعني مثلا شيخك اللي ربنا أكرمك به قال لك القول الفلان فأنت كنت قريت قبل كده ولا سمعت من شيخ تاني قول تاني خالص تعطي جدله لا يا مولانا بس الحق كذا لا يا مولانا مبدأ يمكن بيعلمون حتى في فن الكلام كده زي ما بيقول لنا الدكتور إهاب فكري أستاذنا ما تبدأش كلامك حتى بكلمة لا مع الناس لا أصل فتحس كلا فيه شيء من الهجومية مالك مع شيخك يعني أبوك الروحاني وسر قربك من ربنا سبحانه وتعالى واللي بيعلمك إزاي توصل لله ورسوله فهمك دينك فضل كبير جدا فزي ما بنبر أهلينا فيه مستوى من الاحترام بيبقى مع الشيخ فلا يجادل إنما مثلا تقول له مولانا طب أنا كنت اسمعت زمان كذا إيه رأي حضرتك في الكلام ده أنا زمان كنت تعلمت حاجة مش متأكد منها إيه رأي حضرتك يا مولانا فكأنك بتسلم له القيادة تقول لي بس ده خنوع أوي لا مش خنوع ده أدب أدب لأن الشيخ ما صار شيخا إلا لأنه سبقك وتعلم ودرس وعنده شهاداته وعنده علمه وعنده شهادة العلماء ليه فأنت تلميذ إحنا بنعمل كده مع أسدتنا في المدارس وفي الجامعات وأكيد بنعمل كده مع مشايخنا اللي بيعلمونا شرع ربنا فلا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علي ما خطأه طيب الشيخ مش معصوم ممكن نيجي ينقل قول في مسألة يغلط نسي اطلخبط عكس المعلومة أيا كان إنسان المعصوم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فجي الشيخ قال حاجة غلط نسيها اطلخبط ساعتها ما تقولشت لا يا مولانا استنى حالك غلطت هنا فكان في شيء من الهجومية إنما يعني إيه ممكن تفوت الموضوع ده وتبقى تتكلم معه بعدين ممكن تسأله سؤال فيحس إنه مثلا محتاجي يراجع فتقول لي طب يا مولانا ممكن تشرح عليه أكتر فهو بيتكلم ذاكرة وتستحضر الصح المهم إنه دايما يظل مرتبة العالم عالم والتلميذ تلميذ ده بيعمل ايه؟ بيجعلك تنتفع بالشيخ وكل صحابنا المؤدبين مع المشايخ شفنا بركات المشايخ فيهم وكل صحابنا اللي عندهم جرأة على المشايخ قاعدوا يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين وبعدين لم ينتفعوا وبيبقى فيها حتى كده فيها ايه شيء من المجادلة كده اللي بيبام في مجلس الشيخ أنا على فكرة أنا بعرف زي الشيخ حتى أنا وأنا قاعد مع الشيخ بعرفها أقوله ويقولي أقوله ويقولي حتى قال صلى الله عليه وسلم لا تتعلموا العلم لتماروا به السفهاء عشان تتحكوا بها عن ناس اللي بيش متعلمها أو تجادلوا به العلماء أو تصرفوا وجوه الناس إليكم عشان تبقى مشهور والناس بتسمع منك ما تجدلش العالم إنما تسأل سؤال التلميذ قال ولا يلقي بين يديه سجادته إلا وقت الصلاة فإذا فرغ يرفعها ما يقولش المولانا يلا يا مولانا عشان يرميله سجاد سجادة الشيخ تفضل يا مولانا مين قالك إن الشيخ عايزي تصلي إلا وقت الصلاة وقت الصلاة تحط للشيخ سجادته أو إلقائك لسجادتك أنت الهاء دي تبقى عايد عليك أنت فيبقى مثلا الشيخ موجوده بيعلمنا أو مقومة صلي ركعتين لا ركعتين سنة طب مطلب العلم فريضة ودي سنة لا قعد بين إيدين الشيخ وتعلم إلا لما ييجي وقت الفرض هتلاقي نفسك أنت قمت والشيخ قام وساعات هنصلي كلنا مع بعض يعني ساعات مثلا كنا نصلي مع بعض مشايخنا مثلا دكتور يوسري مثلا في الأزهر أو في المسجد لتحت بيته فنشرح لنا صحيح البخاري وقت صلاة الظهر قبل الظهر يعني أو ساعات كان يشرح بين المغرب والعشاء الفقه الشافعي حاشية البيجوري على متن أبي شجاع فكان الأدان يقدن طب صلينا مع الشيخ آه ما عودش أنا بقى أصلي السنة والشيخ يرجع تاني يقعد يشرح في الكتاب يشرح وانعمال أصلي لا خلاص صليت الفرض هو الشيخ صلى السنة صليت انت كمان تقعدش بقى الشافعي والوطر والقيام واحنا في المسجد بقى والشيخ بيشرح فأسيب ده كله وابقى أصلي لما أرجع وقعد بينها ده الشيخ أستمع لي العلم فطب يعني مثلا حاجة تانية مثلا يبقى الشيخ بيشرح مثلا وأداني العيش هيقدن فأداني يقدن فقدمه كده حاجة فيها مثلا إيه عشر داية ربع ساعة فتلاقي واحد يقول له يا مولانا الصلاة يا مولانا طب الشيخ عارف أنه في صلاة بس في باب هيخلصوا لو قطعوا بالصلاة تركيزك هيروح فيأخر مثلا الإقامة خمس دقايق عشان يكمل الشرح لأن من خبرة وعلم الشيخ عارف أنه لو قطعوا دلوقتي تركيزك هيروح فلما نرجع بعد ربع ساعة نصف ساعة بعد ما نخلص الصلاة هتكون أنت تهت منه وهو عايز يعلمك فأداني يا مولانا أو الصلاة يا مولانا فكأنه بينظر على الشيخ فقال له ما تعملش كده وخليك مؤدب مع الشيخ وما تقلقش الشيخ دي تن تلاتة هو يقيم الصلاة وهنصلي كلنا مع بعض قال ولا يكثر النوافل نوافل الصلاة بحضرته ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته آه لأن الشيخ لما يوصيك بوصية كأنه عنده خبرة كده في قدر العلم اللي نتعلمه وقدر العمل اللي نعمل به فيوصينا بصلاة الوتر يوصينا بركعتين يوصينا نراجع حاجة نحفظ حاجة ذاكروا المسألة دي يا أولاد ونتقابل المرة الجاية علشان نرجعها مع بعض اعمل كده ده هيساعدك زي ما بتاخد واجبات في المدرسة الهومورك بتاعك توح تعمله وترجع آه في المدرسة ممكن يبقى فيه درجاتها تنقصها في عقاب بتتعاقبه أيا كان لكن الشيخ ممكن ما يعاقبكش بس أنت تفتقد الانتفاع به لو وصك وصية وماهتمتش بها بالذات في العلم والعمل فبيقوله بقدر طاقتك وأساك يعني وأما احترام الباطن إزاي قلبك بقى يفكر في الشيخ ناخدها المرة الجاية إن شاء الله على خير في المجلس القادم